اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن محمد حشيشي زي كابتن محمد بزيك السلام الحمد لله كله تمام أولاً خليني أتكلم مع حضرتك في البداية على الراعي الخامس للنادي الأهلي شركة شيل العالمية حاجة جميلة شركة كبيرة جداً جداً استمرار طبعاً يعني التعاوم على النادي الأهلي النادي الأهلي باسمه الكبير الناس الشركات الكبيرة اللي بتجري وراها وبتحاول تبقى موجودة سبونسر للنادي وإنها تبقى موجودة على طول وتجدد معاه يعني دي حاجة كويسة جداً للنادي الأهلي وما جاتش من فراغ لإسم النادي الأهلي الكبير وعارفين تعرف الشركات دي برضو شركات كبيرة ومؤسسات كبيرة شركات عالمية آه ما بتروحش كده يعني اعتباطاً لأي حد بالمحبة وبالكلام ده لأ بيبقى حاجات مدروسة وحاجات يعني إذا كان النادي الأهلي ممكن يستفيد منهم فهم ممكن يستفيدوا من النادي الأهلي أكتر الحقيقة يعني فدي خطوة كبيرة لمجلس الإدارة آه وفي عهد الحقيقة في موضوع الرعاية يعني ما شاء الله على مستوى عالي جداً جداً هي مشكلة كمان إيه يعني مش أن تجيب أي رعاية ما في حاجة ناس كثير لا الشركة المتحدة الحقيقة ولها دورها في هذا القمر طبعاً في اختيار الرعاية الحقيقة اللي يتناسب مع النادي الأهلي مع حجم واسم النادي الأهلي التمييز والتفرد والتاريخ الكبير ما بين النهاردة ياسلاً شركة تشل تمييز وتاريخ كبير جداً زي ما بقولك الفكرة ما فيه رعاة كتير إنما أنت تنتقي الراعي اللي يتناسب مع حجم النادي الأهلي ويبقى على قد طموحات كمان النادي الأهلي ووضع النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي واللي النادي الأهلي بيخطط له وعايزه كبطل النادي الأهلي دلوقتي فارق عن أي نادي في مصر إنه هو نادي علامي وصل للعالمية فبالتالي برضو الرعاة بتبتدي تجري ورا النادي الأهلي عشان تبقى موجودة في المنظومة بتاع النادي الأهلي فدي حاجة الحقيقة الحمد لله تسعدنا كأهلوية طبعاً وتخلينا دايماً نبقى فخورين بهذا الأمر خلينا بقى نروح للأمر الصعب الشوحية والتعادل مبارح مع سانداونز وكيف رأيت هذه المباراة طب ما نبقى بالمنتخب شواء عشان عايز أتكلم عن المتخب منتخب مصر منتخب الشباب هنكون نحن نتكلم بس ماشي زي ما حالك عايز كده كده هنتكلم عن كل هذه الموضوع مهم وما يهمش الأهلوية بس يهم مصر كله طبعاً فالحقيقة أنا شايف الناس زعلانة ومتدايقة لهم حق وكل حاجة بس أنا شايف أنه مش مستغرب طبيعي مش مستغرب آه مش مستغرب يعني يعني احنا قبل البطولة ولما شفنا القرعة بتاعتنا وشفنا كمان المجبوعة بتاعتنا صحيح ما كناش نتخيل ان احنا حتى ما نوصلش لأحسن توالد يعني كن احنا ايه دايسين في الحتة دي ان لأ في عندنا امل برضو في الحتة دي انما انك تطلع برا البطولة اللي موجودة على أرضك بتنظمها وتطلع بالشكل الوحش قوي ده يعني انت ممكن صح ممكن تعمل نتايج بس تبقاش بالشكل ده تبقاش بالطريقة دي ليه أنا بقول لك نبدأ بموضوع المنتخب لأن المنتخب ده بالنسبة لي أنا شخصيا بيمثل يعني حزن كبير شوية له لأن أنا كان لدي شرف ان أنا كنت من ضمن مجموعة منتخب مصر للشباب بالنفس السن ده أول منتخب مصري ياخد كاس إفريقيا ولعب كاس عالة محتمين وكنا بعل الإمكانيات فكان نفسك بقى وكان نفسي طبعا أشوف الفرقة دي تبقى موجودة في طبعا لبلك هم اتحاد كرة القدم وجهت نظر يعني اتحاد كرة القدم ظلم هذا الجيل من اللاعبين وظلم كابتن محمود جابر لأنه في الآخر ماشي كابتن محمود كويس وكل حاجة وشخص محترم وكل حاجة ولكن لا يتناسب مع المنتخب بس بمنتخب البصار هي الفكرة أن أنت لما بتيجي تختار ما بتختارش مدرب وخلاص حتى وإن كان كويس حتى لو سأقول لك إيه أنا آسف سأقول لك إيه كابتن محمود جابر وشخصية محترم طب يا جماعة مش راح أخطب بنته بالظبط طبعا طبعا لكن هو محمود جابر صاحبنا وزميلنا وحاجة عشرة عمر يعني طبعا لكن أنا بتكلم هنا في هذا البرنامج أنا لازم أو لما أطلع الشاشة لازم أتكلم بمنتهى الصراح أنا عشرته وأسلام في النادي الأهلي كان معنا في الأشبال وراجل محترم وعشرته في الإسماعيل الفترة اللي كنت فيها يعني راجل كويس أولا نحنا بتكلم بروفيشنال بنتكلم فنيا مش أي مدرب حتى وإن كان كويس يصلح للسن ده صحيح كل مدرب بيبقى عنده تخصص في حتة معينة في ناس تخصصها في البرائم في ناس تخصصها في الناشئين طول عمره أو طول حياته بيضرب ناشئين بس فيه واحد بيضرب درجة أولى فهو التخصص كان مطلوب عدنا المرحلة دي وتم الاختيار طب أنت عملت إيه لمحمود جابر عشان يعني يوصل للمرحلة دي ما كانوش لقيين يا كابتا ده أنت يا راجل ما عملتش دعاية كويسة للبطولة دي اللي على أرضك الوحيد وأنا فاكر وقال بطولة عشان أتكلم معاك عشان أتكلم معاك وقل له أقول إيه وقلت إحنا بنقول دلوقتي يا جماعة للمصيرين كلهم إن في بطولة هتتلاهب عندنا بعد تقريبا كان يمكن ثلاث أسابيع أبل ثلاث أسابيع أو حاجة زي كده شهر يعني فتخيل إنت قناة النادي الأهلي بس هي اللي نوهت عن الموضوع ده على قد ما تقدر إنما فين فين القنوات التانية فين الاتحاد فين المركز الإعلام بتاع الاتحاد فين الدعم اللي عملته للمنتخب ده عشان يعني تزود الجماهير إنك تعمل دعاية كبيرة جدا جدا تعرف الناس باللعيبة دي عشان يبتد الناس تنطبط باللعيبة وتروح تتفرق عملت إيه عشان تزود مثلا أعداد الجماهير في بطولة صعبة زي دي يعني فيه حاجات كتيرة تتعمل بل بالعكس أن أنت يعني قبل المطشي الأخير أنت بتقول لا أنا مليش دعوة يعني أنا مليش دعوة أيا كان ما هي دي مشكلة المنتخب ده إسلام أو أي منتخب في مصر هو وليد الصدفة تعالى دور على القاعدة بتاعة الناشئين لوصلت العيبة للمرحلة دي السيستم بتاع الكرة المصرية أو النظام هذا الجيل من اللاعبين عندونا مجموعة لعيبة كويس تيقلي اللي أنا شفته بس ما شفتش جملة مثلا ما شفتش طريقة لعبة معينة ما عرفش يمكن ما خدوش برضو الإعداد الكافي إحنا عندنا حتى المسابقات اللي في الأعمار السنية دي المسابقات الجمهورية ضعيفة لأن أنت بتفتقد عناصر اللعبة آه في لعبة موهوبة بس اللعيب مش هو الأساس في كل حاجة أنت عندك ملاعب عندك سيستم عندك بطولات توصلهم للمرحلة دي عندك مدربين عندك كذا 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 أنت بقى لك كم سنة ما عملتش رخص للتدريب ومهتمتش بالمدربين يعني في عناصر كتيرة جدا جدا قدت للقصة دي أنت إيه المشروع اللي عملته عشان 2003 ده ياخد بطولة وانت عارف إن البطولة دي من إمتى إنك هتلعبها وتتلعب في مصر إيه اللي خططته بلاش بعد اللي المشكلة ما حصلت إنت النهاردة عملت إيه إيه اللي أنت بتفكر يعني إيه اللي بتفكر فيك عادة برضو على فكرة الاتحادات ومش الاتحاد ده بالتحديد أسلوها هيعمل إيه هيجي يقول لك إحنا مشينا محمود جابر وكابتن محمود جابر ومشينا اللعيبة وصرحنا المنطبوبة لا القصة دي ما ده اللي هيحصل ده اللي هيحصل بس أنا أقصد بقى أن انت تعال أقول أنا للسن ده وكده كده ماشيه وكده كده بتسرحيه هي دي المشكلة هي دي المشكلة إن أنت طيب هتعمل إيه في الناس دي اللي احتكت أي أن كان الاحتكاك اللي خدوه الناس دي عندها أولمبياد بعد كم سنة طب ما تخطط من النهاردة تعمل للناس دي هتلعب أولمبياد بعد كذا سنة إيه المشروع اللي أنت هتعمله نفسي يعني مرة من المرات أحس إن فيه تحت الكرة موجود عشان يخطط لبعيد عشان يبقى فيه مشروع إنما إحنا اللي حاصل ده نتيجة للتخبط الإداري على مدار السنين اللي فاتت من اللجان وقبل كده الاتحاد ماشي وبعدين اللجان خماسية وسلسية وبعدين اتحاد منتخب بس أنا مش شايف فيه جديد وحنفضل نفس القص يعني هفضل طب أنت من أول ما جيت كان لازم بقى فيه اهتمام جامد بالمنتخب ده كم واحد أزل كابتن محمود جابر يا كابتن من العضاء أقول أنا مفيش خالص يعني مفيش خالص يعني طب سبتوس هنا ليه ظلامت الرجل وظلامت هذا الجيل من اللي عميه مثلا يعني هو ده القصة بالنسبالي أنا مش عايز كابتن عشيش بجيبه ليه غريبة جدا بالزبط وبعدين انت جيت ماشيت جهاز غيره يعني انت أول ما جيت منتخب الأوليمبي ده أول أول قرار أول قرار خدته شوقي غريب ماشي خلاص طب كابتن شوقي غريب يعني طب انت قعد وشوف وحلل وفكر والناس المختصة الفنية تبص أنا اللي ثاني مش عايز أقولها حيك عمل إزاي من كتر ما أنا بقول يا جماعة ما حدش يزعل مني يعني كلهم صحابي وكلهم أصدقائي ولكن في النهاية ما تجيبوا مدير فني للاتحاد يا جماعي يضع أساسات معينة لفرق الناشئين والكذا 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 وبعد كده نبتدي نحزبه بما انكم مش قادرين إسلام احنا شغالين الفترة اللي فاتت على مستوى الفروع إحنا من نفسنا فيش مدير فني مثلا اللي هو اللي مسؤول عن تنظيم المسابقات من نواحي الفنية ومن نواحي الإدارية ما فيش حد كل منطقة تشتغل وحدها ومش عايز أقول لك قبل يعني الاتحاد ده مين اللي كان بيقول يعملوا كذا وعملوا كذا من وجهة نظر حضرتك يا كابتن حشيش إيه اللي هيحصل يعني هو قال لك النهاردة اجتماع ما حضروش تلات أربعة من النص الأعظام الجوش واللي حصل في الاجتماع يعني هزار يعني اللي هو إحنا قاعدين علشان إيه نهدي الناس فيما معناه يعني إيه اللي هيحصل يوم الثلاثة يعني هو قال لك الاجتماع منعقد حتى يوم الثلاثاء القادر شمعنا يوم الثلاثة من وجهة نظرك يعني يعني إيه اللي هيحصل تسويف شوية تسويف عشان الناس تهدى زي عادتنا العملية بتبقى سخنة في الأول وتريع تريع تريع زي القصص اللي حصلت مع النادي الأهلي وزي اللي كذا كذا بتدت الأمور بس دي لازم يبقى فيه ده شكل مصر تتكلم عن مصر شكل مصر مش نادي خرج مثلا من كونفدرالية نادي حصله كذا بتتكلم على منتخب مصر وبطول عندك على أرضك دي حاجة تضر بسمعة الكورة المصرية وتطمع أي حد فيك لأن المفروض إن الناس دي هي يعني المفروض الأساسيين أو قوام منتخب مصر اللي جاي ده 19 سنة يعني ده قوام منتخب مصر اللي جاي أنت هتعمل إيه في القصة دي أنت هتفكر إزاي وزارة الشباب ورياضة لازم برضو تتدخل في حاجة زي دي يعني لأن ده دي تمث مصر مش تمث النادي لو تمث النادي أمونا خلينا ننتظر إيه اللي حيحصل يوم الثلاثاء القادم على رغم من أننا عارف اللي حيحصل يوم الثلاثة لكن خلينا ننتظر إيه اللي حيحصل للأهلي وتعادل بتعمل خسارة الخسارة يعني في مباراة صعبة على رغم من أننا كنا ممكن نقدر نكسب فيه يعني هي لغز بصراحة آه طبعا أنا يعني عايز أقول أننا طبعا المطش بتاع مبارح أنا برضو كنت مستقل جدا من المباراة كان عندنا أمال كبيرة جدا بعد الإخفاق اللي هو كان في الهلال أن أنت تكسب على أرضك أي أن كان اللي جاي طبعا فريق سانداونز من أحسن الفرق اللي في إفريقيا بأمانة شديدة عنده مجموعة لعيبة متجنسة أصحاب مهارات بيلعبوا لعب جماعي وفردي عندهم كل حاجة عندهم كل حاجة مش معنى كده أننا ما عندهمش سلبيات عندهم سلبيات بس إحنا مقدرناش إن إحنا نشتغل على السلبيات بتاعتهم وفي نفس الوقت إحنا اللي مزعى للناس أو الشارع الأهلاوي إن أنت الأخطاء متكرر ما استفدتش من الأخطاء أنا لازم أستفيد من الأخطاء لأن المباراة مطلحقة فلازم أستفيد من الغلط بتاع أول المباراة هو برضو هو بيتكلم بمنطقية شوية يا كابتن مارسيل كوري نقولك أنا يوم السابت كنت بلعب ماتش يوم الثلاث عندي ماتش تاني يوم السابت عندي ما بلحقش صحح أي حاجة غير نظري تمام النظري مهم جدا يعني النظري مهم جدا بس اللعيبة تستوعب اللعيبة يعني تبقى مدركة الأخطاء دي لأن أنت كده كلعيب أنت مصر تحط ضغوط زيادة على نفسك كل مرة تحط ضغوط زيادة على نفسك هو ده اللي أنا بقوله يعني الضغوط إذا كانت خمستاشر إيراد بقيت دلوقتي 24 إيراد ضغوط ضغوط جامدة جدا لأ لأنه أنت لو كنت كسبت الماتشين الأولانيين اللي هم كان من المفترض أن أنت تكسبه كنت دمرك عندك ست نقاط ومستني بقى خلاص وقتلعب شيء شايل للضغوط تكر أنت دلوقتي لا يوجد ما فعل ده أنت عندك مشكلة كمان أنت عندك أربع مورات والمفروض اللي بي نفسك دلوقتي الهلال لأن سانداونز يعني خلي بالك فيه ممكن حاجة تخلي سانداونز ما يوصار مليون في المائة مليون في المائة مليون في المائة أعرف دي؟ أه طبعاً هو لو تغلب من الناد الأهلي فيه المتش الهلال بالضبط كده لو تغلب من الهلال في الهلال فممكن ما يسعطش إحنا بنتكلم على إيه؟ على الطبيعي اللي هو موجود طبعاً فيها استثناءات وفيها حاجات كثيرة جداً بس أنت بتكلم دلوقتي على أنك عندك يعني أربع مباريات اثنين على أرضك واثنين بره كده بسهولة يعني أنت لازم تكسب الاثنين اللي على أرضك واحد من اللي بره واخده لك بستثناء سانداونز وبرده ما أنا بقول لك وبرده ما هو دي الدغوط بقى هتستنى النتاج التاني يعني أنت حطيت نفسك لو كسبت الأربع ما تشطمش هتستنى نتاجها لا أنا بتكلم على التلاتة بتكلم على التلاتة التلاتة اللي أنت ما تضمنش مرضو سانداونز هيعمليه مع الهلال في السودان بس خلي بالحضرتك الهلال عنده مباراة مع كوتون سبورت يوم ما أنت بتلعب سانداونز هو هيلوك يوم بيلعب كوتون سبورت في الخرطوب بالتالي بنسبة 95% هيكسب وبالتالي وصل للنقطة 9 وبعد كده عنده مباراة سانداونز عنده فبالتالي من عشان كده أنا بقولك هي دي الصعوبة أن أنت الهلال إن شاء الله تكسبه عندك في أرضك إنت عندك أنت عندك برضو هو عنده مطشين على أرضه صحيح يعني أنت فهم إزاي فدي برضو يعني من الحاجات برضو فيه حسابات أنا أقصد أنت حضيت ضغوط على نفسك أن أنت برضو في وقت بلاقات ممكن تستنى النتائج لأنه سانداونز برضو زي ما قلنا وقبل المباراة قلنا أنه هو يهمه أنه هو يخرج البطل من بدري ويدوس ونفس القصة يعني أنت فهم إزاي فمحدش هيرحم حد إحنا برضو لازال الكرة في ملعبنا وفي ملعب مش الجهاز الفني اللعيبة نفسها اللعيبة لازم تفكر وتقعد مع نفسها عندها مطشط على أرضها لازم تكسبها وخارج أرضها لازم تكسبها التاريخ بيقول إن النادي الأهلي والمجموعة دي بتقول إنها في مواقف أصعب من كده وكانت على قد المسئولية بس يبقى الكلام بجد بقى مش مجرد بس إيه كلام وإحنا بنقول إحنا نكسب على أرضنا ونكسب كذا ونعمل كذا لازم بقى فيه شغل جامل لازم بقى فيه تركيز لازم الناس تبقى حتى في دماغها إن المهمة اتصعبت كلنا عارفين المهمة اتصعبت لأن كل ما دا بتصعب ولقدر الله لقدر الله أي غلطة جاية ملهاش بقى علاج يعني أي غلطة جاية ملهاش علاج خلاص إنت وصلت إن إنت مرحلة خلاص حالة عدم وجود أخطاء عدم وجود أخطاء الأخطاء اللي بتحصل في المبارات اللي هي لو اتكلمنا عن الماتش مبارح برضو لازال إنت بتضيع وبيجي فيك أهداف ضربات جزاء بتضيع مش عايزين نقصه طبعا على العيبة في الحيطة دي وارد وارد بس نقصه أقول إيه إنك لازم تتمسك بالفرصة وتتمسك بالفرصة صح لأن الفرصة اللي بتيجي ما بتتعوضش وفي نفس الوقت إحنا شفنا إن ممكن يجي لك جون في أي لحظة يجي عليك جون في أي لحظة دي جون اللي جيه يعني أنت فاهم إزاي فلازم بقى فيه تركيز أكتر من كده لأن برضو ماتش مبارح ده أنا حزين لأنك وانا هيفرق هيرجعك للجيم من أوسع الأبواب أنت كان هايبقى عندك ثلاثة بود هايبقى عندك ستة زي الهلال زي الهلال وزي سانداون الموضوع عدل تاني يعني الموضوع خلصت عدل تاني إنما أنت كده صعبت فده محتاج بازل مجود أكثر بيظل هذا الضغط الكبير من عدد المباريات وإن أنت لازم تكسب معظم هذه المباريات والموضوع ده مش هيتعالج من مباريات إفريقيا بس ده هيتعالج بمباريات الدوري كمان يعني أنت لازم من مباريات الدخلية اللي جاية دي تبتدي تفكر إنك بتلاعب فرقة إفريقية مش بتلاعب الدخلية لازم أحط في دماغي المكسب 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 لأن أنت مطالب بالمكسب على طول الفترة الجاية مش مطالب أن أنت ترايح بقى أصلي ماتش دوري والابناط كذا لا طيب دي كانت معظم النواحي السلبية خلينا نتكلم بقى لنا بعض النواحي الإجابية اللي كانت موجودة مثلا قوة شخصية اللاعبين داخل المباراة والعودة بعد داخل فينا هدف وكان ممكن أن احنا بعد حتى ما تعادلنا اتنين اتنين أو هم ما تعادلوا معنا اتنين اتنين كنا ممكن برضو أن احنا نجيب هدف تالت ونكسب هذه المباراة ولكن يعني واحد زي مروان عطية ودوره المهم مش عايزين نخفل واحد زي محمد الشناوي ودوره المهم الكرة نصدها كان ممكن تغير الدنيا خالص خالص قدوا دور متميز في هذه المباراة على رأسه محمد الشناوي طبعا وايضا مروان عطية مليون في المية طبعا الشناوي أثبت أنه هو دون أساس هو يعني استمرار استمرار مستوى الكويس لأن الغلطات البسيطة دي مع أي حد في العالم بتمشي بتحصل يعني إنما هو زي بقولك كان ممكن لقدره الهدف ده لو ما تصدش كان ممكن يدخلك في نفق ونفق صعب شوية علينا كلنا انت فاهم ازاي فالإجابية إن انت بعد الهدف انت ضيعت تاني أهداف كان ممكن تقسل المباراة وده اللي الناس كانت مستنية إن انت خلاص جبت التاني حجيب التالت قيمة الفرصة الحقيقة لكن قيمة الفرصة وفي نفس الوقت قيمة الدفاع يعني التركيز زي ما اللعيم زي ما المهاجم عليه إنه يركز قوي في الفرصة اللي بتجيله على المدافع نفس القصة إنه مرضو يركز يقول التاني ده تقعد تضحك مش معقولة واحد في وسط عشرة وبيروحوا بيعمل كده وبيعدي التاني وبشوت اللي شاطل من أول الشوطة بالضبط بتواقف واحد فسطة أربعة حواليه يعني طب يعني يعني فيه بلوك قدامه كرة تاكس برضو كانت خلي بالك يمكن الديقة تمانين وأنا شايف إن اللعيبة بزلت مجود كبير جدا جدا الواحد زي ما روا أنا أعطيها ده له دور مؤثر ودور مهم جدا جدا مع عليو ديانجل في وسط الملعب عايز أقول إنه في ظل الأوقات ديه وإنت عارف كنت لعيب كبير يعني وفي مجموعة كبيرة اللعيبة كان لازم عليها دور كبير في الملعب يعني بعد المكسب اتنين وقت خلاص إنت كسبت اتنين واحد لازم تبتدي بقى تعمل استحواز شوية لازم تهدي الناس لازم تركز هو ده ده مش دور الراجل من برا يعني ده دور اللعيبة طبعا ولكن طبعا يعني نصد اللعيبة في الملعب أنت ممكن تعرف مع الحماس ما بتسمعش المدرر برضو إنما أنت يا جماعة ننقل الكورة استحوز لأن طول ما الكورة معك أنت مفيش خطورة عليك هاي مروان عطية الحقيقة واحد من اللاعبين اللي قدوا بشكل جديد خلينا نطلع هاي المروان عطية عمل مطش ممتاز وقف على رجله تماما في نصف الملعب يعني قطعوا كل الكورات الخطر مكمل يعني كان هايل بصراحة من الصفقات الجيدة جدا مروان عطية خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن مروان عطية ونرجع نكمل خلينا بقى نروح لمباراة الداخلية عندك مباراة مهمة مباراة بقى شوفها مباراة صعبة طبعا في ظل الداخلية والأداء اللي بيؤدي الداخلية بيؤدي بشكل جيد جدا ولكن بيضيع منه الفوز في الأوقات الأخيرة لكن بيؤدي بشكل جيد حيلاعب النادي الأهلي البطل حيلاعب النادي الأهلي اللي هو عايز يكسب المباراة وبالتالي حيبقى أهدى في كل حاجة يعني احنا دائما بنقول أي مباراة للنادي الأهلي فهي صعبة مع الداخلية مع أسوان مع أي فرقة في الدور العام المتشط كلها صعبة وفي فرق بتيجي زي ما بنقول كل مرة بتبقى جايع حسن نورات الموسم الموسم بالنسبة لها بيحاول يقدم كل ما عنده بيحاول خطورة كمان الفرق دي إن انت بيبقى فيها أغلب الأحيان تكتلات دفاعية وبتلعب على حاجات المساحات والحاجات المرتدة فأنت بالتالي يعني بتبقى في صعوبة في كده في صعوبة في الموبرات دي إن انت إزاي تخترق الدفاعات لازم في موبرات بيبقى فيها مساحات بيبقى فيها ندية شوية بيبقى فيها مساحات إن انت تقدر تتحرك وتلعب الكرة بتاعتك وفي موبرات بتبقى مقفلة فلازم تستخدم جميع أساليب أساليبك الهجومية من تصويب بقى من بعيد من كورة عرضية من اختراقات من النص من مراغات واحد على واحد فلازم يبقى فيه شغل جامد ولازم يبقى لعيبة حتى في دماغها إن يبقى فيه تركيز كبير قوي خلال الموبرات دي برضو إنها تطلع بنتيجة إيجابية عشان انت بعد كده رايح للأصعب مباراة صعبة مباراة كل فرقة بتلعبك محتاجة البونت منك حتى على الأقل تاخد بونت منك فدي بتبقى صعوبة الموبرات انت كمان تلاحم المبارات ودخول الدوري في الأفريقيا دوري دي مصعبة لأن أجواء مختلفة منفسين مختلفين مختلفين هي بتبقى الصعوبة في كده اللعيبة لازم زي ما قلنا وكالعادة بتفصل مفروض تفصل بعد الماتش على طول بتفصل عشان الماتش اللي بعده لازم من العيبة تعرف إن مباراة القطن ومباراة سانداونز ومباراة الهلال بدايتها من بكرة من استمرارها بكرة في المكسب يوم الثلاث يعني يوم الثلاث إنك تكسب إزاي بأداء كمان عشان تطمن الناس وتحس المكسب بيخليك إن أنت والأداء بتحسسك إن اللعيبة كلها فائقة اللعيبة جابت الفورمة بتاعتها الراجل طبعا لازم أنا معرفش طبعا هيعمل إيه بس برضو أكيد حيدي العناصر اللي ملعبتش خالص وماتش زي لسه كنت أسألك هل لو يعني تأكد غياب محمود متولي وعبد المنعم محمد عبد المنعم وأحسين الشحات هيمثل مشكلة بالنسبة لمرسيل كولر؟ يعني في بعض اللعيبة فيهم طبعا مأدين في مراكزهم كويس أو زي محمد عبد المنعم طبعا عدم وجوده برضو بيبقى بالذات في حتة القلب دي هو متميز الحياة كل الفترة اللي فاتت وعمل مباراة كويسة لأسف الشحات برضو عامل مباراة اللي فاتت الأخيرة دي كلها مباراة على أعلى مستوى من أهداف وصنع أهداف فطبعا أكيد هيبقى فيه تأثير إنما إحنا عايزين نشوف البودلة بقى زي ما شفنا مروان عطية كانش موجود وبقى موجود وكان من أحسن الناس في المباراة مبارح وكمان أحسن الناس في مباراة صعبة جدا جدا مع فريق قوي قوي فيه كمية جاري غير عادية خلال المباراة الحقيقة فدي تحسب المروان عايزين نشوف بقى غير مروان الناس اللي موجودة تانية عايزين نشوف قندوسي يعني صحيح دي له بقى الفترة اللي جاء عشان برضو ده لعيب كويس والشواء اللي لعيبهم والناس كلها متفقلة بيه خير وحسن هو هيبقى إضافة وهيحللك برضو الغاز لأن اللعيب اللي عنده مهارة زيه ومهارة كبيرة من مهارة تصويب ومهارة مراوغة بيبقى أحد الحلول الكبيرة بالنسبة للفرق وبالنسبة للمدير الفني صح فأتمنى شوفه طبعا في الملعب يعني طيب هل من الممكن أن نرى مارسيل كولير بيعمل أي تغييرات في طريقة اللعب استعدادا بقى للمبارايات الافريقية والله وارد بس هو برضو يعني بيبقى طريقة اللعبة يعني بيغيرها في حدود بسيطة جدا جدا هو بيغير الحياة في الأشخاص يعني عودنا دايما أنه كل مباراة نتفاجئ بأنصرين تلاتة مختلفين وخصوصا في الخط الهجومي طبعا الخط الدفاع غصبا عن عين أي حد لازم بقى فيه تغيير نتيجة للإصابات وعنده طبعا ناحية اللي مين حسين الشحات هيبقى فيه تغيير يعني على الأقل أنت عندك تلاتة في القوام الأساسي حيتغيروا الموتش اللي جاي أتمنى أن نودي فرص في مباراة زي مباراة الداخلية للعبة تانية قد يحتاجها في مباراة القطمة أو مباراة سانداونز يعني 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 يورينا وجوه جديدة عشان برضو المباراة طبعا زي ما أنت عارف تجيب المستوى الفاني يعني ممكن مثلا نشوف مثلا عودة عمر السلاي فهل ممكن نرى عمر السلاي من بداية المباراة في الداخلية ممكن ممكن لازم لهو يعني يعني هو بيحضره اللي جاي يعني وبيحضره اللي جاي بقى لازم هيديله في مباراة زي اللي جاية ممكن يديله حتى شوية والحس إنه هو موجهد ممكن يخرجه فلازم لأن عمر طبعا من عناصر الخبرة ودي أهم برضو عناصر الخبرة فيه الفريق كل لعيبة طبعا على مستوى عالي بس بالتحديد عمر من كبات الفراء وعنده خبرات والمتشاط اللي جاية بالذات الإفريقية محتاجة لعيبة أصحاب خبرات إفريقية فلازم يبقى موجود عمر يعني أخيرا أنا كابتن في مثل هذه الظروف لو حابب تقول كلمة أو رسالة تقولها لللاعبين وللجهاز الفني الجمهور العقيقة يعني مفيش حسب من كده ومفيش أحلى من كده عايز أقول للجهاز الفني واللعيبة إحنا وصقين فيكو أيوة وصقين فيكو الأبعد مدى النادي الأهلي طول عمره بيمر بمراحل صعبة جدا ومواقف صعبة زي اللي إحنا فيها إنما أنتوا لازم يعني تثبتوا بقى الكلام ده يعني حق الجمهور عليكم وحق الإدارة عليكم إن أنتوا يعني تبينوا بقى الوجه الآخر للنادي الأهلي في الإزامات حق في الإزامات حق الناس عليكم وحق المجلس الإدارة وحق الناس كلها إن أنتوا لا نركز أكتر يا جماعة إذا كنا بنركز شوية لا نركز أكتر وأكتر حط هدف في دماغنا كل لعيب حط هدف في دماغه إنه هو لا ده أنا مش عايزة أصعد بس ده أنا عايزة أخد البطولة وروح كاس العالم أخد البطولة وروح كاس العالم تاني عشان النادي الأهلي ما نفعش مبقاش موجود في بطولة كاس عالم الأندية الجهاز الفني برضو يبقى فيه نوع من التركيز يبقى طبعا هو داعم لكل اللاعبين يحط الطريقة المناسبة والعناصر المناسبة ويبتدي في بعض الأوقات من المبارات اللي جاء بقى يبقى فيه ثبات لبعض الناس إلا فيه تغييرات يعني بسيطة جدا ممكن إنما يبقى فيه بعض تثبيت لأنه هو شاف الناس كلها ودى للناس كلها فرص عشان حتى اللعيب يحس إنه هو لو كويس هيلعب لو كويس هيلعب صح واخد بالك إزاي مش حتى مش عارف ما بقاش النهارده أنا ماشي كويس ومالعبش وبعدين تاني ماتش لأنه برضو مهما كان اللعيب عايزي بقى في الملعب بس في ظل يا كابتل معلش حتى أخدني الموضوع بسرعة قبل ما سيب حضرتك هل الكلام اللي عايزي بتقوله داعمه وفي ظل برضو كل يومين ثلاثة ماتش دا برضو صعبة جد أنا حبقى محتاجة أنا كلاعيب مش حبقى شيء في مصلحتي لكن المدير فني شايف إن أنا ممكن أرقيحك شوية علشان الماتش اللي بعده مثلا أنا إحساسي ممكن رأي يكون غلط يعني الروتيشن والتبديل دا ما يبقاش ماتش 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 ما ينفعش إدي فرصة الأول ناس بقى تتعب خالص وغير يعني إزاي لأن حتى الراجل اللي بيبقى عايز يلعب دا عايز يستمر شوية عشان برضو يثبت لأن فيه ناس بتتظلم بنزله ماتش نص ساعة وبتاع بلاقي مش مستوى مش قوي خلاص يقعد تاني ما أنا هجيب مستوى بالماتشاط صحيح عايز أقول للجمهور يا جمهور النادي الأهلي إحنا لا نملك لا نملك غير الدعم والمساندة والثقاتكو لازم تكون كبيرة في لعبة النادي الأهلي وفي النادي الأهلي نادي الأهلي بتاع الأزمات إن شاء الله بيبقى أكبر من الأزمات وبيروح لأبعد دائما نقطة فإن شاء الله بإذن الله اللي جاي أحسن يعني شكرا ركبت انشرفت ونورت سعداء جدا بوجود حضرتك معنا شكرا شكرا هنطلع نشوف تقرير عن آخر السعداء ذات النادي الأهلي اللي هم وبرات الداخلية وبعد هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل أحمد سعيد وأحمد سابت وكريم سعيد في ضيافة البيت الكبير أزدل المارض الأحمر الستار عن مهمته في دور أبطال إفريقيا بعد التعادل بهدفين أمام سندونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسل كولر أغلق صفحة مباراة سندونز وفتح صفحة جديدة وفتح ذات الصفحة لمباريات الدور المصري الممتاز التي يتربع الأهلي على صدارة الترتيب فيها ويستعد لمواجهة فريق الداخلية ضمن الجولة العشرين من المسابقة الجهاز الفني بدأ رحلة استكشاف فريق الداخلية بمشاهدة مبارياته في الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه بحثا عن مواصلة الانتصارات في البطولة المحلية بعد أن حقق الفوز على أسوان بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة عشرة تدريبات استشفائية أجراها الكادر التدريبي للتخلص من الإجهاد لللاعبين الذين شاركوا في مباراة سندونز فيما أدى البودلاء والمستبعدون تدريباتهم لتجهيزهم للتحدي القائم في المباراة المقبلة التي يأمل الفوز بها من أجل مواصلة الانتصارات المحلية والتي يحتل فيها صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد أربعين نقطة بعدما لعب ست عشرة مباراة حقق الفوز في اثنتين عشرة مباراة وتعادل في أربع دون أي خسارة ليكون صاحب أقوى خط دفاعي بتلاقيه خمسة أهداف فقط كما أنه صاحب أقوى خط هجومي بعد أن سجل لاعبين 29 هدفا ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع كل من المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيدي وذلك لمشاركته في كأس العالم للأندية كلنا ثقة في لاعبنا وفي قدرتهم على تقديم أداء يليق بطموحاتنا للسير بخطا ثابتة نحو اللقب الثالث والأربعين اشتركوا في القناة